يعني كنا بنتكلم على ذكرياتك مع ثورة 30 يونيو وانت ساعتها كنت بتعمل على المسرح انا رئيس مع الجميلة حنان مطوع فترة ما كانتش سهلة والفنانين على وجه التحديد عانوا كتير في الفترة دي احكي لنا كده تواليس المسرحية وانتو ما خفتوش ساعتها ان انتو تعرضوا عرض زي ده بالكلام اللي كان بيتقال على المسرح واردود الافعال اللي ديتلو لا بصي مفيش خوف وصاد خفنا على البلد اي خوف تاني هي تلاشى احنا الخوف الوحيد الخوف على البلد ان احنا عايزين ومش بالكلام يعني انا دايما اقول مش دوري ان انا انا مش سياسي لكن انا مؤثر في مجالي فاذا مجالي التمثيل فاطلع اقول اللي انا عايزه عن طريق العمل الفني مش بقول وخلاص يعني فكانت فترة احنا بنفضي فيها لأي حاجات مش لطيفة او اي ناس مش لطاف ولا وطنيين حقيقيين عن طريق المسرح فعملنا مسرحات انا الرئيس وكنت ساعتها في اماكن كنت بوجه رسائل مباشرة عن طريق الشعر اللي فخامت الرئيس مباشرة اللي هو خلي بالك من كذا واحنا وراك في كذا وما لكش دعوة بدولت ولا بدولت احنا فدي كانت حتى كنت بقول لمديرة المسرح ساعتها الاستاذة عيدة فهمي تحية كبيرة وخاصة لها لانها سيدة برضو مناضلة كانت ساعتها مديرة المسرح الكوميدي ده موضوع كبير في حد ذات انه اصلا تكون القائداء سيدة بالنسبة لهم يعني كانت حاجة صعب وكانوا لسه عاملين مع يعني الاستاذة ايناس عبدالدين مشاكل كتير مشاكل وبتاع فقوم اي انا هقول الشعر ده فانت خايفة فتقول لي انا خاف لانت خايف فقول لي لا مش خايف يلا بينا واللي كان بيأكد على مسألة ان احنا صدقين ردود الافعال فبتلاقي ردود الافعال كلها ردود ايجابية وردود فيها انا فيه مشاكل يعني تقريبا تقريبا 95% من الايام الليالي العروض كانت فيه مناطق معينة وبقول فيها الكلام ده انا كنت ببكي بلاقي بص عصفة من التصفيق الناس كان دواها غضب وكانت بتغلي في الوقت ده وده دور الفنان بالفن بتاعه لان هي قوة نعمة حقيقية